موسيقى دعونا نتذكر عدة أمور في النهاية لو أنت بتمر في الألم الله بيسمح عشان يخزي الشيطان بيستخدم الناس الناطج القدعان ومرات بيمتحن الإيمان ومرات كثير عشان يحرر الإنسان انت مكبل بشيء معين لازم يحررك منه بس دايما 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 الله بيتمجد بإعلان بولوس يعني فهم كفاية الله من خلال ألمه ودايما فيه إعلانات مجيدة حتى من خلال الألم شيء آخر أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا احنا عايشين مؤقت على هذه الأرض وتذكر أنه الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدر أن تحتمله الله بيعطيك يعني منفذ شيء آخر ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير تذكر أنه كل أمور حياتك رح تتحول للخير الرب يحميك الرب يطلعك من الزرف اللي أنت فيه الرب يباركك ونحب نسمع منك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر